تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات تطوير موقع التجلية الأعظم التي يتم تنفيذها بالمدينة طبقا للتوجهات الرئاسية جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27 حيث أكد مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين تأتي في إطار متابعة تنفيذ التكلفات الرئاسية بتطوير المدينة ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة وتعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية الموجودة بالمدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والطراثي المميزة